دعا مجلس أحزاب قوى الحوار الوطني إلى ضرورة مواصلة الحوار وتوسيعه حتى يشمل كافة الأحزاب السياسية بالبلاد وجدد قادة أحزاب المجلس في موطمر صحفي بالخرطوم حول الوضع السياسي الراهن بالبلاد جددوا وقوفهم مع الحل السلمي عبر الحوار باعتباره المخرج الحقيقي من الأزمة التي تعانيها البلاد وامتدحوا دور القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في تعاملها بحكمة ومسؤولية مع المحتجين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة نشدوا بضرورة تقديم المصلحة العليا للوطن لعبور التحديات الراهنة نعم في إمكانية تقديم التنازلات ولكن من خلال الحوار يعني إذا جلسنا كلنا مع بعض وإنتم كلكم عارفين أنه خطاب الرئيس الجمهورية يوم 22 فبراير حقيقة الشكل مبادرة أدت إلى تقديم عدد من المبادرات يعني كل هذه المبادرات أيضا ما زلنا ننتظر مبادرات أخرى والجلوس كذلك مع بعض يعني نتحدث لشنو التنازلات المطلوبة من كل الأطراف عشان نمشي للانتقال السلسي للبلد آلية الحوار أيضا الباب فيها مفتوح للحوار لا نقتصر على الحوار الوطني الذي أجريناه جميعا رغم أننا نتمسك به تماما ونعتقد أن مخرجاته 994 توصية مخرجات مكتملة الشكل وعالجت تقريبا كل القضايا ولكن لا ندعي أننا نملك الحكمة جميعا نرى أن السودان في هذه اللحظات وهذه الأيام هناك عطاف وانزلاقات قوية جدا لا تمثل وجه أهل السودان لماذا؟ لأن السودان حقيقة يستهدف أو مستهدف من مجموعة استهدافات كبيرة جدا وحقيقة نحن يعني ليس ظاهر لنا نحن حقيقة نتابع كل الأحداث في العالم السودان يغماع في وضع محوري قوي جدا إذا انتبهنا إلى الخارج بنجل الخارج يمكن أن نحن مستهدفين من مجموعة دول ومجموعة كيانات ومجموعة لوبيهات وهذه المبادرة يجب أن تكون مبادرة تتصدى للدور والمسؤولية التاريخية للقوى السياسية في هذه الأوقات العصيبة وفي هذا الظرف المفصلي وهذا الظرف الذي سيحدد ويشكل الخارطة السياسية السودانية في المستقبل نتمنى أن تكون هذه المبادرة أو أن تكون هذه الرؤية تهدف إلى إحداث تغيير يضي إلى تحول ديمقراطي ديمقراطي